سلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي معاكم المندرس الفان طلبنا منكم الدرس الماضي عمل تمرين للعبة نسأل الشخص مجموعة من الأسئلة وعن طريق عملية حسابية بسيطة نحسب لأي سنة سوف يعيش الآن دعونا نحل هذا الطلب بداية خلونا نعمل متغير نسميه name ونقله يساوي input لحتى يدخل المستخدم اسمه والرسالة اللي تظهر هي please enter your name هذا هو المتغير الأول أنا أحتاج أني أكبر الحرف الأول من الاسم من أجل متى ما أرسل لي المستخدم اسمه دائماً يأتيني الحرف الأول من كل كلمة بحرف كبير راح أستخدم تعليمة title اللي تكبر الحرف الأول من كل كلمة فبعد القوسين أحط نقطة وأخذ title هذا هو الاسم الآن خلونا نعمل متغير نسميه العمر age ثم يساوي والمستخدم هو اللي راح يعطينا yeah فرح أقول له مع الـ input how old are you المستخدم راح يعطينا عمره بالأرقام ولكن الـ input تعطينيه دائماً كطبيعة نصية مثل ما تعرفنا الدرس الماضي وباعتباري أنا راح أستخدمه بعد قليل بالعملية حسابية فخليني أحوله إلى integer فأدخل كل الـ input داخل الـ int وأفتح القوس بالبداية وأسكر القوس في النهاية بهالشكل يتم تحويل نتيجة الشيء اللي يعطينا المستخدم إلى رقم صحيح integer بهالشكل تتم العملية الآن خلوني أعمل متغير آخر أسميه tall وأحطي يساوي وأخلي المستخدم يعطينيه فـ input والرسالة هي how tall are you كذلك الأمر أريد تحويل الإجابة لطبيعة رقمية لأنه راح أستخدمها في الحساب وباعتبار هنا المستخدم قد يعطيني رقم يحتوي على فواصل عشرية فرح أحولها إلى float فأحط float قبلها مع فتح القوس وأسكر القوس بالنهاية وآخر شيء أعمل متغير للوزن weight ومع الـ input نسأل المستخدم كم هو وزنك how weight are you وأقوم بتحويل الإجابة لرقم يحتوي على فواصل عشرية أي float أضع هذه التعليم قبلها مع القوس بسؤال المستخدم عن اسمه وطوله وعمره وحاولنا النتائج إلى طبيعة بيانات مناسبة للعمليات تبعنا الآن خلونا نعمل متغير لحتى نحسب لأي عمر سوف يعيش نسمي متغير وليكن years يساوي والمعادلة ستكون الطول tall تقسيم الوزن weight ثم نضربها بالعمر خلينا أحط tall والweight بين قوسين حتى يقوم بالتقسيم قبل الضرب أنا عارف أنه راح يعمل هذا الشيء ولكن أنا أنصحكم أصدقائي إنكم تستخدمون الأقواص عندما تستخدمون أكثر من عملية حسابية في الكود بعد هذا أقوم بزيادة 10 فخليني أيضا أحط هذول كلهم بين قوسين وأزود 10 بالأخير الآن هنا تم حساب لكم سنة سوف يعيش خلوني أحسب تاريخ تولده أولا حتى أعرف لأي سنة سوف يعيش أعطي اسم وليكن birth ورح أحسب ايمة ولد نحن الآن بسنة 2022 نقص من عمره فهون رح يعطيني أيمة ولد والآن نحسب لأيمة راح ليش فأعطي متغير وليكن live ورح يكون من ولادته حتى للسنوات اللي راح يعيشها فالولادة birth زائد الyears بهالشكل أصدقائي حسبنا كل شيء خلوني الآن أطبع النتائج فبرنت وأرح أستخدم الif string وبين الإشارتين التنصيص أقول له welcome فاصلة وأحط الاسم اللي راح يعطيني المستخدم فname بين قوسين متعرجين نعمل برنت ثانية حتى نحط النتيجة اللي وصلها فأيضا راح أشتغل بالif string وبين إشارتين التنصيص أقول له you will live until سوف تعيش حتى وأحط live بين قوسين متعرجين اللي هي النتيجة راح نوصلها ثم أقول له and you will be وسوف تبلغ من العمر وبين القوسين المتعرجين أيضا أحط الـ years اللي حسبناها ثم أكتب years old يعني لكذا عاما وبهالشكل أصدقائي نحن عملنا لكل خلونا نجربه ونشوف الإبداعات الآن يسألني ما هو اسمك أكتب بل يكون المندر سفان العمر ورح أحط 32 والآن يسألني كم طولك فأحط 191.5 والوزن نحط 99 بنضغط على انتر نشوف كيف النتيجة أنت سوف تعيش حتى عام 2061 مع بعض الأرقام العشرية وسيكون عمري آنذاك 71 مع شوية فواصل خلونا نتخلص من هذه الفواصل نحن مستقبلا رح نتعامل مع الـ round اللي تقرب الأرقام العشرية حاليا بشكل بسيط رح نحول الرقم لانتجر حتى ما يطلع لي بها فواصل فممكن من خلال الطبعة وممكن من خلال الرقم أحط live وبداخل تعليمات الانتجر كذلك أحط الـ years الآن أشغل الكود أوضع الاسم ثم العمر ثم الطول والوزن بعد الـ enter نشوف شو الأنطال عليه الترحيب وإنك رح تأيش حتى عام 2061 وسيكون عمر 71 بدون فواصل خليني أحط فاصل بين الكتابة والنتائج رح عمل print جديدة وأحط إشارة اليساوي حتى يصي فاصل بين ما يجيب للمستخدم عليه وبين النتائج اللي رح تطلع الآن إذا جربت الكود أحط وليكن اسم مها أحمد مع العمر وليكن 29 ثم يسأل عن الطول وليكن 163 ثم يسأل عن الوزن وليكن 60 الآن بتضغط على enter رح تطلع النتائج أهلا مها أحمد مع الأحرف كبيرة للاسم وسوف تعيشين لغاية 2081 وسيكون عمرك آنذاك هو 88 سنة وبهالشكل أصدقائي إن كنا عملنا هذا التأمرين اللطيف استطعنا من خلالها التعامل مع طبيعة البيانات الرقمية والنصية والفلوت وأيضا أصبحنا الآن نستطيع التفاعل مع المستخدم إن شاء الله في الدروس الأخرى ستشاهدون إجراءات وعمليات متقدمة في التعامل مع البايثون لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة